نهاية جميلة نهاية جميلة عمرها عمرها دائما هم هناك الأشخاصي التي تعرفون؟ هم من يعرفون أنها ضائعة؟ لكن لا أعرف أنها ضائعة؟ لا أعرف أنها ضائعة؟ أمتى يبدأ انقاذ؟ أمتى يبدأ البانيك؟ يبدأ القلق والقصص تحدث؟ اليوم الذي تكتشف أنك كان ضايع قال قعد هذا الابن الضال وبدأ يحسبه وللأسف كم يوجد أولاد الضالة اليوم في هذا العالم لكن ليس تقعد مع حالة وتحسبها وتقعد مع الرب وتحسبها قال قعد هذا وقال قال أكثر الذين في بيت بيه يأكلوا و يفضل عنه نأكل وليس حسب أنه هؤلاء قال قال ما أقوم أعودي لأبي وأقول له يا أبي قد أخطأت أمام السماء وأمامك ولا أستحق أن أدعى لك ابنا لكن اعتبرني كواحد من الخدام عندما يقرر أحد يترك بيت بيه هذه العادات اليهودية ويقول لك شيء موثق الشيوخ بيمحولوا اسمه عن سجل العائلة يعني بيبطل لما بتجيب إخراج قيد عائلة بيشتبو على اسمه هذا ليس موجود بالعائلة وليس فقط ذلك لا يستحق أي نوع من الميراث انتهى ما بيطلع له ورطة ليس فقط ذلك ممنوع يفوت على المدينة لدرجة أنه فيه شيوخ تقف على باب المدينة محل ما بيقعدوا وجهاء الشعب بيقفوا الشيوخ المدينة بيقعدوا على الباب المدينة إذا شفوه فيت بيقولوا عنه هيك مقطوع من الشعب مقطوع من الشعب مقطوع من الشعب وما بيخلوا يفوت على المدينة ثلاث مرات مقطوع من الشعب مقطوع من الشعب مقطوع من الشعب وما بيخلوا يفوت على المدينة نسمعوني يا أحبة هلأ سر تفهم ليش كان البي واقف وناطر يا لي محبة الآن ما تسمعوني واقف وناطر قال ولما رآه من بعيد بيقول كتاب المدينة بأنه البي ركض لعند ابنه تعرف شو يعني هاي دي يعني البي عم بيحاول يسبأ الشيوخ قبل ما يقولوا له مقطوع من الشعب مقطوع من الشعب مقطوع من الشعب الشيوخ رمز للتدين الشيوخ رمز للشريعة الشيوخ رمز للقانون للنموس بأنه النموس بيقول إنك انت مقطوع من الشعب مقطوع من الشعب مقطوع من الشعب وما عندك أي حقوق فيما بعد في بيت بيك لكن البي اللي عملوا أنا بسميها هيك إنها رقدة النعمة سبقت الدينون هاللويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر